54 هو عدد مراكز التكوين بولاية المهدية بين عمومي وخاص بطاقة استيعاب تفوق 3000 متكون موزعون على 84 اختصاصاً وقد سنفت السنة التكوينية لبعض هذه المؤسسات وسط ظروف عادية استقبلنا في المؤسسات التكوين العمومية 429 متكون جديد منهم 188 متكون التحقوا من المدرس الاعدادية التقنية كانوا في سنوات التاسعة وتم توجيههم واستجابت اللجنة الجهوية واللجنة الوطنية لرغباتهم في الالتحاق بمستوى الكفاءة المهنية بمركز التكوين العمومية بولاية المهدية مركز التكوين وتدريب المهنية بالمهدية واحد من بين المراكز التي فتحت أبوابها لاستقبال المطرب بصين في اختصاصات متعددة تقريباً لـ 313 متكون جدود إن شاء الله بشكونوا في المركز اليوم في سبع اختصاصات تكوينية اللي هي ثلاثة في مستوى مؤهل التقني المهني وأربعة في مستوى شهات الكفاءة المهنية بالنسبة للمؤهل التقني المهني عنا تقريب ثلاثة اختصاصات اللي هما تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء تقني في كهرباء وميكانيكي سيارات وتقني في صيانة صناعية بالنسبة للمستوى شهات كفاء المهنية عنا أربع اختصاصات لهم شهات كفاء المهنية ميكانيكي سيارات بنزين وديازل مركب مصلح في التبريد مركب في كهرباء البناء وكهرباء ميكانيكي كما يشهد هذا المركز إقبالا هاما من قبل الشباب نظرا لما يقدمه من اختصاصات تتوافق ومتطلبات سوق الشغل مغرب مبالح كهذه وخدمت مع عمي أزادة في الشابة خدمت في الشابة اختصاص ميكانيكا سيارات بنزين مستقبل فيه مستقبل ستشوف انتي كندا والمانيا طالبيهم ياسر الحمد لله ان شاء الله يا ربي ناخذ شهات دا وناخذ ديبلوم بتاعنا ونمشيه وللإشارة فإن مركز التكوين وتدريب المهنية بالمهدية يشهد انطلاق أشغال توسعة وتهيئة عدة قاعات ستشمل مطعما ومبيتا من المفروض أن تكون جاهزة في السنة القادمة